رواية عجيبة ومشهورة ولما يغي الإمام أو الخطيب أو المتكلم يتعرض إلى العدل ويذكرها الناس بها الله أكبر ويه 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 عشانا بينكم الأرض ضور الأرض ضور خلي بالكم معي جدا الرواية بتقول ايه ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان مع سيدنا عمره ابن العاس رضي الله عنه وارضاه حينة والله يعني في مجلس سيدنا عمر بن الخطاب كان معا سيدنا عمره ابن العاس ومعروف ان سيدنا عمره ابن العاس كان مولي عمره ابن العاس حكم مصر كان مولي ايه حكم مصر فقوم معادي مع بعض كده عمر بن الخطاب بيقول لعمره ابن العاس ايه اذا جاءك سارق ان جالك واحد لس سارق وهو التهمة ثبتة وفي شهود وقابوا لك سارق تعمل معا ايه قال اقطع يده قال ايه اقطع يده عمر بقول له اهو اذا جاءك سارق على طول يرد عمره ابن العاس قال له اقطع يده خلي بالكم قال له فقال عمر وانا ان جاءني جائع قاطعت يدك وانا ان جاءني جائع قاطعت يدك خلي بالكم معاه جدا يبقى الرواية بقولك ان كانوا جلسين مع بعض سيدنا عمر بن الخطاب دي امير المؤمنين ومعاه الوالي اللي هو عمر ابن العاس وعمر ابن العاس كان عمر بن الخطاب موليه من صرق وهم عادين مع بعض يعني عمر بن العاس وعندي امير المؤمنين سيدنا عمر بيختبره بقوله اذا جاءك سارق هتعمل ايه قال له اقطع يده قاله قاله ام عمر بن الخطاب قال له خلاص وانا ان جاءني جائع قطعت يدك خلي بالكم معاه جدا قلت לא أصل لهذه القصة لا أصل له مش ضعيفة لا أصل لهذه القصة وليس لها سند يثبت وليس لها سند يثبت يعني مش بس ان القصة دي يعني كذا لا دعني ما بقولكش إن يا ضعيفة او موضوع لا ولكن بقولك القصة دي او لا أصل لها ولا سند يثبت لا البك لا أصطى لها ولا سند يثبت لها ألبت